فلما تروح الأصمارات دلوقتي يعني أنا عندي اتنين راحوا الأصمارات امبهروا الفنان محمود عزب عزب شو ها دي الأصمارات هاي بالغلاس الفنان عزب شو راح ومرة الأصمارات امبهر وقال لي أنا شفت مواهب ما شفتها شابلكده والكاتب الكبير السيناريست يوسف معاطي راح في جولة كده يعني بالصدفة قدته يعني حد صاحب الراح من كم سنة رجع بيتكلم عليها بنبهار بنبهار يعني يعني طبعا وغط العنب وغيرها 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 هذا المشروع هو دليل على اهتمام الدولة بالفقراء اهتمام الدولة بالعشويات اهتمام الدولة بالإنسان يعني بعض الناس قد تقولك الدولة أو النظام اهتم بالحجر عن البشر عليس هؤلاء بشر كانوا يستحقون الاهتمام عليس هؤلاء بشر كانوا يستحقون انت بتنقذهم وتنقذ المجتبع مش بتنقذهم بس هم انت خليت دلوقتي عضو صالح في المجتمع ان شاء الله يطلعوا يعني حاجات كبيرة ويمهدوا عكس يعني الاول كانوا بيعانوا الامارين فالمهم ان انت مهتمتش بس بالمباني انت اهتمت ان انت تعملوا مجتمع متكامل مجتمع بيئي صحي رياضي فني يستعب مهاراتهم ومهيبهم لا طبع مشروعات كوي يضحط بقى كل الكلام اللي بيتقال على ان الفقراء منسيون اه في مشاكل في مشاكل في تحديات في تحديات لكن اه انت انت معلش يعني اللي كان احنا بنسمع دلوقتي حد عنده فيروسي لا خلاص فيروسي ده كان بيدمر ميزانية اي اسرة بيدمر لو حد لقدر الله جاله الكبد او ته بيدمر ميزانية اي اسرة وبيدمر بناء الاسرة نفسه وبيدمر بناء الاسرة نفسه فحتى الناس اللي يعني بتتكلم عن الصحة وعدم الاهتمام بالصحة. انا اعطاك المشروع فيروسي من اهم المشروعات اللي فيها ارادة وفيها قوة. وبرضو لو حسابتها بالاستثمار والفلوس اللي دفعت فيها ممكن كنت تقلق. لكن في حاجات زي الكورونا. الكورونا الحجم الصرف فيها. واني انت اتجيب الناس العلقين من برة على حساب الدولة وغيرها وغيرها وغيرها. لو حسابتها بالحسابات المادية البحتة اللي هي الربحة والخصارة المنسبة. لا. بس احساس الناس ان عندهم دولة. احساس الناس ان الدولة حمياهم. ان الدولة مرمتهمش. وده رأيي اللي انعكس على المصريين في الخارج. ان عندهم احساس ان الدولة معاهم. اي مشكلة في الخارج بقدر يصدرها. اه لما هذا النظام الرئيس السيسي لما انشأ وزارة الهجرة. اه ودايما انا اتذكر بالخير السفيرة نبيرة مكرم. طبعا. اه وتواصلوا مع الجليات والجليات كمان المصريين في الخارج عندهم اه يعني حمية ووطنية لا يتكل عن اي حد في الداخل طبعا. فعشان كده اه التهافت او الاجبال على الانتخابات كان اجبال قوي جدا. مرغم ان المصريين في الخارج اه يعني ممكن تلاقي واحد بقاله فترة طويلة مش مهتمة او وداعني بعض الاشتراك بغرض ممكن ان اتدอก هذا طبعا ايضا م قدعدة لينها quان حرام ايضا ولا مكن لا م POL credit مع ايضا